المزيد من التفاصيل حول زيارة وفد ملاغمة الصحة العالمية إلى العريش والجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة نتابعها مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري إليك باسم تحياتي من أمام معبر رفح المصري على الحدود مع قطاع غزة وفي اليوم رقم ثلاثمائة واثنين وثلاثين منذ بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة حيث يستمر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع وذلك بالتزامن مع هدنة لمدة ثلاثة أيام كان قد وافق عليها الجيش الإسرائيلية كهدنة إنسانية من أجل تطعيم الأطفال في غزة بلقاح شلل الأطفال وكان الأمس هو اليوم الأول وهذه الهدنة كان من المقرر لها أن تكون من الساعة السادسة صباحا وحتى ثانية بعد الظهر في القطاع وكان اليوم هناك زيارة تفقدية من وفد من منظمة الصحة العالمية للوقوف على المساعدات الخاصة بلقاح شلل الأطفال الذي يدخل عبر منفذ كرم أبو سالم إلى قطاع غزة وطرق تخزين اللقاحات أو الأدوية الطبية بصفة عامة والوقوف على آخر المستجدات من هيئة الإسعافة المصرية ووزارة الصحة المصرية بخصوص المساعدات الطبية التي تدخل القطاع هذا اليوم أيضا مميز في الجانب الإسرائيلي بخصوص الإضراب العام الذي تمت الدعوة إليه بالأمس من الهستدرود منظمة أو الاتحاد العام لعمال إسرائيل والذي يأتي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب وإعلان هدنة والإفراج عن الأسرة ووقف هذه الحرب حتى يتم استرداد المحتجزين والرهائن في قطاع غزة هذه ورقة ضغط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية حيث تتلقى جميع النواية وجميع الطلبات إلى وقف هذه الحرب حتى وإن اختلفت أسباب هذه النواية اليوم هو الثاني من أيام تطعيم الأطفال في قطاع غزة حيث تم تطعيم بالأمس وفق منظمة الصحة العالمية نحو 72.611 من الأطفال وجارئ اليوم استكمال التطعيم والغد من المفترض أن يكون اليوم الثالث لتطعيم شلل الأطفال إليكم